62 عاماً تمر على استقلال مالي عقود كانت ملأ بالمحطات والأزمات لكن باماكو تصر على التمسك بالوحدة ونهج الحوار والمصالحة الوطنية الذي من فكت الجزائر تدعو إليها يخرج رئيس مجلسها العسكرية لانتقالية المالية سيميغويتا في خطاب موجه للأمة في ذكر استقلالها عن فرنسا داعياً شعبه للم صفوف وعدم الاستسلام لمن وصفهم بشياطين الانقسام مالي في مرحلة حاسمة من تاريخها الآن ليس الوقت المناسب للاستسلام لشياطين الانقسام على الرغم من أعمال التلاعب والحملات الإعلامية الكاذبة ذات النواية التخريبية والتي تهدف إلى تقويض معنويات جنودنا البواسل وإحداث ارتباك بين شعبنا لقد سمح لنا دائماً بالانتصار على الشدائد بينما أعطى الانقسام لأعدائنا إمكانية الانتصار علينا تحديات اقتصادية أنهكت الماليين في ظل العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على باماكو قبل التراجع عنها وقد بنت عن صمود داخلي لتجاوز المرحلة بحسب سلطات الانتقالية في البلاد يسعدني أن أحيي مرة أخرى سمود الشعب المالي الشجاع الذي تحمل بأكبر قدر من الكرامة الصعوبات والمذايقات التي سببها هذا الوضع وقد تسببت هذه العقوبات إلى جانب عوامل أخرى في زيادة تكاليف المعيشة التي أثرت على جميع المواطنين ولكن بشكل خاص الفئات الضعيفة ومن حسن الحظ أننا جميعاً أدركنا أن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه لتحقيق أهدافنا على المدى المتوسط والطويل وإن كانت الوحدة حاجزاً صلباً لردع التدخلات الأجنبية المشبوهة في الدول فإن مالي أحوج ما تكون إليه برأي مراقبين أما صمام أمانها فتنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع في الجزائر العام 2015 وهو ما من شأنه إعادة مالي إلى طريق التنمية والاستقرار ترجمة نانسي قنقر